هنأت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله سعادة الدكتورة سيمة بحوث بمناسبة تعيينها وكيلة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وأعربت صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله عن تمنيات سموها للسيدة بحوث بالتوفيق والسداد لحمل مسؤوليات هذا المنصب الدولي المهم وقالت سموها في برقية تهنئة بعثت بها للسيدة بحوث بهذه المناسبة يسعدنا أن نشهد اختيار امرأة عربية لتقود عمليات تمكين المرأة على المستوى العالمي وإنه مؤشر بالغ الأهمية لما تتمتع به المرأة العربية من قدرة وكفاءة تجعلها أهلا لمثل هذه المسؤولية الكبيرة الإسهام في صنع واتخاذ القرار ورثم السياسات التي تستهدف الارتقاء بواقع المرأة وأضافت سموها في برقيتها نفخر بشراكتنا المتواصلة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي نعمل من جانبنا في مملكة البحرين على تفعيلها وتوثيقها من خلال إطلاق العديد من المبادرات المشتركة وفي مقدمتها إطلاق جائزة عالمية لتمكين المرأة لدورتين متتاليتين وأكدت سموها على تطلعات المجلس الأعلى للمرأة إلى المزيد من التعاون مع هيئة الأمم المتحدة الموقرة لخدمة وتمكين المرأة ومن منطلق التزام مملكة البحرين بالأجندة الدولية في هذا الشأن